نفذت مؤخراً الهكومة بتعاون مالاتحاد الأوروبي مشاريع إدام من ضمنها المشاريع الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بأقلي مشاريع باقرمي وذلك في إطار استهداف الشرايا الضعيفة للبلاد التفاصيل لتامريم عبد الرحيم عرضي تعتبر ندرة توفر المياه في بعض الأقاليم من المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطنين لذا جاءت هذه السلسلة من المشاريع التي تنفذها الحكومة الشادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومن ضمن هذه المشاريع مشروع المياه والنظافة لسكان قرى وضواحي إقليم شاريع الأوسط الذي يتضمن حفر 15 بئر ارتوازية وبهذا فقد قام الفنيين والمشرفين القائمين على متابعة تلك المشاريع بزيارة تفقدية إلى مقر الآبار وسهارج المياه المنفذة بهدف التأكد من ضمان سير أعمالها ومعرفة إذا كان هناك أخطاء يمكن أن تضر بعملية استمرارها وبدورهم سكان القرى المستفيدة قدموا شكرهم وعرفانهم للحكومة وشركائها على هذه البادرة التي قاموا بها مطالبين من الحكومة تنفيذ مثل هذه المشاريع في باقي الأقاليم بالبلاد